سيد الناصر شنو المتوقع عندنا ملفات عندنا ملفين مهمين بها لجان تحقيقية للأيام القادمة لجنة خاصة بأحداث الخطراء ولجنة خاصة بحادثة اغتيال السيد الكاظمي شنو المتوقع من هذه اللجان في الأيام المقبلة أنا أعتقد أنه لن تفعل أي قضية أو أي ملف من هذه الملفات في الأيام المقبلة إلا بعد حسم موضوع التصديق على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة لكون هذا الموضوع هو موضوع حساس وخطير جدا وينبغي أن تتوفر أيضا إرادة سياسية حقيقية لمعرفة الجهات التي تقف خلف هذا الموضوع وبنفس الوقت ينبغي أن تخرج اللجنة التحقيقية بنتائج مرضية وبحيادية كاملة وبعملية شفافة من أجل إعادة الثقة تدريجيا بالعملية السياسية وبالقائمين على هذا الموصل إذن لن تكشف موضوع عملية اغتيال السعيد الكاظمي أنا سبق وذكرت هذا الموضوع هي ليست عملية اغتيال للرئيس الوزراء بل هي عملية اغتيال للدولة برمتها وعملية اغتيال للعملية السياسية والديمقراطية في الإراد لذلك أقول من الضروري جدا أن تتغافر الجهود وأن تتعاون جميع الكتل السياسية والأحزاب والتيارات الموجودة من أجل الكشف عن طيب لكن تعتقد أن الكشف لا سيتم إلا بعد الوصول إلى عملية المصادقة على الانتخابات أنا أعتقد أن الخطوة القادمة ستكون مثل هذه الخطوة لأن في حال تم الكشف عن كل الملفات بآن واحد سوف يعقد المشهد من جديد وسوف يثير حساسية قد يكون دول إقليمية أو دول خارجية هي لها شأن في هذا الموضوع